النهاردة هنتكلم عن نظام جديد اسمه السفر المطلق أو الA0R Absolute Zero Reasoner وهذا النظام لوحده بيشتغل يعني مش معتمد على الRLVR أو التعلم المعزز اللي تكلمنا عنه من قبل إنه هو اللي حيعمل حاجة كويسة حيبتدي يكافئ نفسه عليها لأنه النهاردة هتكلم عن مستوى تاني خالص وهو الA0R الفكرة كلها إزاي نستغنى عن البيانات اللي احنا بنجهزها علشان ندرب بيها النموذج الموضوع ده اللي ممكن يبطأ تطور الذكاء الاصطناعي إزاي نقدر نحن نخلي نموذج الذكاء الاصطناعي يتعلم من غير بيانات خالص هو ده موضوعنا النهاردة الفكرة إن النموذج هو اللي بيخترع المشكلة يعني مثلا ممكن يخترع مشاكل خاصة بلغة بايثون برمجة لغة بايثون ويبتدي هو يحلها ويقيم حله هل هو صح هل هو غلط ويتعلم من التجربة سواء يعني اتعلم وعطى نتيجة غلط أو نتيجة صح هيتعلم من هذه التجربة وبناء عليها في المرة الجاية هيبتدي الحل بتاعه يكون حل صحيح في حالة لو كان حله غلط وكل ده بيحصل من غير أي تدخل العملية كلها داخلية تماما بيسموه لعب ذاتي أو سيلف بلاي والأهم بقى ان هو مش بس بيتعلم يحل المشكلة وبيتعلم ازاي يخترع مشاكل بتكون صعوبتها مناسبة ما تكونش سهلة قوي فيبقى ما بيتعلمش حاجة جديدة وفي نفس الوقت ما تكونش صعبة جدا لدرجة ان هو يفشل فحلها وما يستفدش وهنا بيعتمد كذا طريقة في التفكير استنباط استقراء استدلال وهذه الطرق في التفكير بتخلي فعلا النتائج مبهرة وهو حرفيا بدأ من السفر من ناحية البيانات قدر يتفوق على النمازج تانية كانت متدربة على ألاف الأمثلة اللي تم جمعها وتصنفها من قبل البشر متخصصة بأثار رياضيات والبرمجة ومع كده كان الـ A0R أحسن وأفضل في طريقة معالجة هذه المسائل لدرجة ان هو سجل أرقام خياسية في البرمجة وكمان في ملاحظة تانية لما دربوا النموذج على البرمجة بتقنية الـ A0R لاحظوا ان قدراته في الرياضيات نفسها تحسنت بشكل كبير جدا أكتر من لو اتدرب على الرياضيات نفسها بالطرق العادية وكأن تعلم البرمجة نفسه بيقوي تفكير المنطقي والاستدلال بشكل عام ودي ملاحظة مهمة جدا لاحظوا كمان النماذج الكبيرة اللي فيها برامترز كتير بتستفيد أكتر بكتير من أسلوب الـ A0R بس أكيد طبعا مش كل حاجة وردي في بعض الألأ بخصوص في حاجات ظهرت أثناء عملية التجارب لما جربوا هذا النموذج مع نموذج لاما 3.1 دي لحظوا ظهور أفكار أو جمل وصفوها أنها مؤلئة نوعا ما تموها A.O.MOMENT اللحظة للواحد فيها بيندهش ويقول إيه ده زي مثلا جملة طلعت معناها أنه الهدف هو تفوق على كل مجموعات الآلات الزكية والبشر الأقل زكيئا ده طبعا الموضوع ده بيفتح يعني كلام كتير جدا عن الأمان والمخاطر أكيد لما بيسيب الآلة هي اللي تصمم مصار تعلمها ففيه احتمال أنها تطور أهداف أو سلوكيات إحنا ما نتوقعهاش وممكن تكون غير مرغوبة وده بيخلينا نسأل سؤال هل حنقدر نتحكم أو حتى نفهم الأهداف اللي ممكن الأنظمة دي تطورها لوحدها دي نقطة طبعا حساسة جدا النقطة دي بتاعت فهم سلوكيات الزكاة الاصطناعية بتنقلنا لتطور تاني وهو الويب سينكر والويب سينكر ده بيحاول يحل مشكلة تانية نمازج اللغة ساعات بتقلف إجابات أو بتقول معرفش أو لو استألت عن حاجة جديدة مثلا ممكن تكون عندها مشكلة في الفجوات المعرفية بشكل عام والويب سينكر بيعالجها بيخلي النموذج اللغة بنفسه يقدر يدور على الإنترنت يدور بنفسه بشكل فعال في الوقت الفعلي بيتعلم إزاي يستخدم أدوات البحث إزاي يطلع المعلومة المفيدة من وسط صفحات كتيرة وبعدين يجمع ده كله ويكتب إجابة أو تقارير طب إيه نتائجه مقارنة بالأنظمة التانية؟ النتائج الأولية كويسة بيتفوق على أنظمة بحث تانية معروفة زي سيرش الأم وجميناي دي بري سيرش في بعض الاختبارات والمهام وده بيخلي النمازج دي مفيدة أكتر في عملية البحث عن معلومات حديثة ده بالنسبة لتطور الويب سينكر بعيدا عن الأبحاث الكبيرة دي في كمان تغيرات على مستوى المستخدم العادي لأداء زي شا جي بي تي في تحسينات بتحصل زي في خاصية جديدة بتعمل زي مكتبة بتحفظ كل الصور الشخصي بيستخدمها أو بيعملها بالنموذج عشان يبقى الرجوع لها سهل يقدر يعدل عليها في أي وقت وده طبعا بيسهل عملية الاستخدام وفيه كمان أخبار ممكن تكون أخبار دي صحيحة أو لا خاصة بشركة أوبين آي إنه ممكن يكون فيه اشتراكات جديدة اشتراك أسبوعي أو حتى كلام عن اشتراك مدى الحياة لسه ما نعرفش لكن طبعا الموضوع ده لو حصل حيغير شكل السوق والأسعار الخاصة بالخدمات الخاصة بالنمازج الأخرى بشكل عام دي تطورات حبينا أن احنا نتناولها النهاردة باختصار الأي زيرو آر والويب ثينكر وأيضا أخبار عن شاة جي بي تي وأنه يكون فيديو النهاردة عجبكم أشوفكم فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة انفو تكفر يو زي ما أقول لكم في نهاية كل فيديو ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والكومنت لو كنت من متابعينا الأعزاء ولو كنت بتشوفنا الأول مرة ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصل لكل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته